أمين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشترينا هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها مزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا واللا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات معين قال دين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبدنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دمونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه ونم على وهو وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ننام إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها تقوم إفطال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحام إن الله لا يحب كل مختال فقو وقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعما ظاهرة وباطينا ومن الناس من يجارل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة